تعالوا نروح نشوف تقرير مهم جدا عن نادي وادي دجلة عمل حفل تكريم لفريق كرة القدم للسيدات بعد الفوز بصنايات الدولة والكاس في الموسم المنتهي ونرجع بقى نكمل كلامنا مع واحد من المدربين المحترمين جدا الكبار جدا الكابتن الكبير كابتن حمد إبراهيم بعد هذا الفاصل أريد أن أشكر الجهاز الفني والبدني والإداري والطبي للفريق وكل شكر للبنات اللي شرفونا وبصراحة عملنا إنجاز حلو جدا السنة دي معانا مسابقة دوري مسابقة كاس مسابقتين ناشئين الأربع فرق اللي هم منكبة للاتحاد الحمد لله كلنا كل الفرق كسبتها في منودي دجلة وده إنجاز مش سهل إنه يحصل تاني وأتمنى إنه يحصل على طول طبعا أنا بشكر النادي بصراحة من أقل واحد لأكبر واحد موجود في النادي إنهم عاملين معانا دعم كبير جدا والإدارة بصراحة عامل دعم معانا كبير جدا وعلى رأسهم مستر ماجد ومستر هاني ومستر حازم برضو ومستر مارك بس وبشكر طبعا اللعيبة كلها بلا استثناء وعلى رأسهم الناس الكبيرة طبعا إن الموسم ده بتاعنا كان طويل جدا بس وبشكر بشكر الجهاز الفني وكابتن وايل عشان ما يخصمنيش المجنيه بس وبشكر الناس كلها يعني والحمد لله إن إحنا عاملين بطولات كويسة وإن شاء الله برضو نعمل بطولات جاية إن شاء الله بإذن الله المجهود اللي تم ده نتيجة تعب عشرين سنة في النادي بنحصده النهاردة بنحصد إن إحنا بقينا رقم واحد في مصر بقينا نشارك في القارة بقينا في التوب بسفن في القارة فدي حاجة إحنا بدنا نحصد تعبنا خلال الفترة اللي فاتت ومجلس الإدارة وتعب وهذا في النادي بإنشاء فريق كرة قدم نسائية في مصر من أقوى الفرق اللي هي بتلعب كرة في مصر هدف النادي بطل إنشاء بطل البطولات بتيجر مع البطل فإحنا بننشئ بطل للعبة بننشئ لعيبة عاوزين قاعدة إحنا عاوزين القرى النسائية في مصر تبقى كبيرة مع نجاح ده هدف النادي مع نجاح إحنا بنحصد البطولات ومشاركة في البطولات فده بيبقى الإنجاز اللي بعده على ده صراحة شايفة إن القرى النسائية بيحصل فيها طفرة ويحصل فيها طفرة لسه كمان وهتبقى اللعبة منتشرة بشكل كبير بالنسبة للعيبة المحلية فيه لعيبة تقيلة أوجي عندنا في نادي ودي دجلة الصراحة وأنا من أجد اللعبة اللي لسه جاية عندنا وأن أنا كنت لسه بقول قبل ما عرف أنها تيجي أنها نفسي ألعب مع اللعبة دي كتمهيرة الصراحة وإيه اللي لسه جاية عندنا لعيبة هيلة وأنا ببسلها على المستوى المحلي على المستوى بقى الصعيد اللي هو الأجنابي بقى والإحتراف وكده أنا شايفة أن اللعبة مش أحسن منها في حق كتير بس هم كوة جثمانية وسرعة فأنا نفسي أوصل للمستوى ده اشتركوا في القناة